زون ميكس اكيد هورة الظروف هي تقتضية يعني الجامعية الحكام كما قلوا نقابة باش نكونوا قاعدين ونقوموا نحكي ونقوموا هي تأست سنة تلفين وحداش وخلقت يعني للدفاع عن حقوق الحكم نعت بعد الثورة وعني المشاكل اللي تخبطت فيها الكرة التونسية بصفة عامة وقطاع التحكيم يعني بصفة خاصة وقتها تخلقت هذه بعثوها مجموعة من الشبان يعني يقودهم سامين برك الله تخلقت الجامعية التونسية لحكام كرة القدم عاشت برشة يعني فترات سعيبة وامين برك الله يعني تكلم وخلص وتعاقب يعني برشة عقوبات متتالية لين سنة تلفين وثلتاش يعني تخلت انا معاك منسق عام من اجل يعني توسيع ربما القاعدة متاع جمعية الحكام وحمد لله يعني وفقنا باش خلناها موجودة على الساعة الرياضية وخلق لها موقع يعني في قطاع التحكيم اه بعد جيت فترة ترأى سليم سجيدي كاملت حق بنا وشد هو رئيس شنو الدولة الجامعية بالعنف اللي قاعدة يصير على الحكام مثلا لا طو ولا قبل هو اكيد يعني هي من اهم يعني نقاط متاع الجامعية انها يعني تاقف الى جانب الحكام في حكاية العنف طو صرته طو يعني الجامعة اللي فاتنا احنا خرجنا بلاء خطر الظاهرة ذي سناء يعني قاعدة يعني زلنا موصلناش ربما المنعرج الاخير متاع البطولات لكن الظاهرة قاعدة يعني ترتفع يعني طوع عنا قرابة الثمانية وتلاثين حالة ذي المعلنة يعني ذي اللي اللي سمعنا بهم واللي ويتلاثين حالة اعتداء على الحكم هذا يعني بخلاف اللي برشا اعتداءات حصلوا يعني على الشبان واللي ما اسمعناش بهم وما اه بو هية الحالة الحقيقة باش نكونوا يعني واضحين ماش تقتصروا على تونس يعني حالة العنف في الملاعبة ذي بصفة عامة لكن جاء الوقت اللي يلزم الناس الكل تاقف صف واحد يلزم الناس الكل اللي مداخلين في الرياضة اللي مداخلين في شأن الرياضة يعني بداية يعني بالجامعة تونسية كرة القدم الى الجمعية الى غيرها يلزم يعني نلقاه حلول للمعضلة هذه خطر يعني فما يعني حاجات قاعدة تسير ربما حتى العقل البسيط ما يفهم هايش يعني فما اعتداءات وصلنا طيب فما اعتداءات تسير قبل المباريات من أسبوع الفارت يعني فتاة في مقابلة يعني تم الاعتداء عليها قبل المقابلة يعني قبل بداية المقابلة يعني هذي نوع جديد من الواحدة والاعتداءات رأيه قاعدة تحصل طويقة مش حتى حكام بركرة حتى ساعات على النوادي حتى على اللاعبين فما مدرب اضرب اللاعب يعني فما وليد رب مدرب يعني الحالة العنف بصفة عامة يلزم يعني الناس الناقف يلزم ما نعرفش نخمه في الحاجات التوقف النازيف هذي وبالنسبة لنحن كجمعية طوع مننا يعني فريق يقود فريق يعني من المحامين يقودوا سي الحكم يعني مختار دبوس بش يدافع ويتبع كل القضايا واعطينا يعني توصيات حتى للحكام انهم اذا يتم اعتداء عليهم نحن بش ناقفوا معاهم نتبعوا يعني كما نقولوا القضية بش ناقفوا معاهم بطبيعة حال يعني معناوين اقبل كما بش نتبعوا القضايا وبش ناقفوا معاهم بش ميسيرش عليهم ضغط ويتنازلوا على الوحد خطر مشكلتنا طوي اللي قاعدة صارة هو الاسماح يعمل عمل دو ومبعد يولي عندو عائلة يولي كده ونسامحوه كان كل الانسان بش تسامحو ولا الجامعة بش تجي يعني يعني كما نقولوا تسعفوا في تخفيض العقوبة راهوا بش نقضوا ديما في في الكنتكست اذاك تنكسنا نكونوا شوية صارمين ومو بش نتعداه الفترة هذية على السألتك انا دور الجامعية في خطر في بدايتك كان فما صدام عن ما بين الجامعية والجامعة اليوم تبدل كاين شوية المشهد فما شكون يقول وقع كاين وترذيت مثلا من بركلا اعطار مثلا دخلوا القائمة الدولية وكيف كيف تعينات وانتي اخذيتها منصب في الليك من نجم نقولوا هكا ولا ليه بطبيعة الحال الملاحظ يعني منحقه بالش يقول اللي يحب لكن الواقع هو اللي يفرض نحن الجامعية وقت اللي كانت تتكلم وكانت تتكلمها من بركلا كان فما برشة يعني برشة نقاط منها كانت الحكام ميهاش خالص كانت الحكام تعيش ظروف يعني كما نقوله سعبة يس فما الحكام وقتها في وقت منها وقات تعاقبت يعني كما نقوله ظلوا بوقتها كانت الجامعية موجودة والدرع وحد وكل هي الجامعية اللي توا موجودة لكن اندي شوف ظروف الحكام توا كل صراحة من نجموش الحكام قاعدين يخلصوا في وقت الحكام قبل كانوا بالعامين يقضوا لا وصلنا فترة متاع ثلاثة ثلاثة سنين وما خلصتش العباد يعني وصلنا فترات من وقتها كان يعني هو كان كريزة ذاك الدولة الكل بعد الثورة ذاك الكل عاشده طوي يظهر لي يعني الظروف اللي قاعدين فيها يعيشوا فيها الحكام الحاجة الوحيدة ربما اللي ينزم طوي نقمعها هي ظاهرة العم وارها ذاكة انتي تخرجوا حتى للشارع وشوفوا تسألوا الحكام يعني شنوما التعينات مثلا اللي تشكوا منها الحكام الجمعية ما عنداش الحق باش تدخل فيها التعينات هذا يشوى هذا يعني فمه 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 اللي جين هي عندها الاختيار من نجموش ندخل فيها شنو اللي بش ندخلو ندخلو كما قلت لك الحكام اللي يعيش ظلم اللي يعيش كاذا نجم يتصب الجمعية وهي تقف معاه كيفية جاء تعيين متاعك في الابدتونس خصوصا نعرف كيكملت انتي وعلقت زوفرا نقولوا كانت عريقتك ولا بد انتي ورئيس الجامعة وديع الجاري والله يا سيح يعني من الحقيقة كي خرجنا زادا سيرتول لطريقة الخروج متاعي وخروج الاعلام وقلت وقت يعني انه حتى رئيس الجامعة ما قابلكش ما قابلنيش وكذا دونك مع العبيد يعني تبرك الله تغذي ديما الفتن ولا ولا شيء هذيك لكن انا من لي من لي موجود كحكم كنت نقطر في الحكام الشبان وكانت عندي يعني الرغبة هكا باش ننذيف حاجة للقطاع كنت نقري وانا مزلت حكم كنت يعني العام المجموعة الراني فيهم كنت يعني متبني بعض الحكام اللي في في حتى بالنصائح وحتى في مساريتهم واحدة كل دونك يعني انه مرد بالحمزة باش يكون مسؤول ما كانتش حاجة يعني حاجة مفاجقة ولا حاجة وبعد يمكن بعام وانا انا بعيد يعني اتصل بي رجع ما قال لي اه وقود له يعني بالعكس يعني نافرح اني باش نخدم باش والحمد لله تو نخدم عندي عام ونص في ربي تونس كيفاش تبدل التعاليقة فما شكون تواصل بنيتكم بسي صلح فما كيفاش كيفاش بالضبط والله هو رو اني قد لك ما كناش نحنا في في خلاف ما كناش يعني في انا وقتا حسيت بنوع كما قد لك ما زفرتش في نالات ما كذا مع الضغط مع معاش عندي توم مع فما ناس وصلت وقتا تكتبوا اتهامات في جارايت في كذا يعني خرجت نكي خرجت الطريقة متاع الخروج متاعي ربما كانت فما اردت فاعل هكا غضب يمكن انا انا كي احتكي عملت يعني غضب على الجامعة خطر هي الهيكل اللي 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 تميلوا واحد اه يعني عادي ما فمااش حاجة مثلا نحب نذكر الناس اللي واحد انا ما سبيتش نكي خرجت ما سبيتش ما قلتش يعني لا سبيت سوى المسؤولين لا سحابي لكذا انا قلت يعني فما بالنسبة ليانا حكيت كان على مراد من حمزة حسيت في فترة هكذا المبعد شكيت شوي على رئيس الجامعة قلت كلم سيطر عن الحكيم وهون سيطر عنهم عند soundtrackهم قلت مطلاع هذه مطلعة والنجم ونرجوح tune in 03 والله عن تحكيم وليا حكم ثم اعني an offer was accepted كي يعم ليو هذا يعمل كي بش نشكي كان وبن��게요 خطر عليه ساعة ساعة ما تلقاش الى بص عند الاله يعني عند الادارة ولا عند كذا دونك تقاك عند سيد رئيس الجامعة. ووقت هالمشكل اللي صار ووقتها فهما ناس تكتب فيه ارتيك لويت وكذا يعني الحل الوحيد كان ان يجبني يقابل رئيس الجامعة. خطر هو اللي نجم يوقف الشي هذاك ولا ينجم وقته ما قابلتوش لحقيقة وبرشة كلمات وعباد ما توصل انو محبش يقابلك وعباد كذا ومبعد. اما يعني اني رجعت ومزين فماش وساطات خطر كما قلت لك انا ما فماش خلاف بناتنا مباشر ولا فماش ماذا نجاح يكون وسطني ولا هي جقعد ولا ارجع للوحد. يدخل رئيس الجامعة في التعينات. شنو معناه يدخل في التعينات. عنده ايه. نقول عيني فلين الماتش هيدا عيني فلين الماتش هيدا. رئيس الجامعة. نرجعون احنا بال بال بالتاريخ كما نقوله بالوحد. في الاجتماعات متاعه الكلب. دي مكان يوصل الحكام. اهم حاجة عنده انه الشافافية انه النزاهم بتاع الحكام. وانه المقابلات تخرج الى بر الامر. اه. علش? خاطر المسئول. اطوب حكم حتى في ربي التونس عشت. الحكم ينشي يزفر ويروح. ساعات ربما يجيه حقوبة ويرجع. لكنك المسئول انت الحجم الانتقادات وحجم الاتهامات اللي بتاخده. يعني حاجة كبيرة يسر. دونك ما فم حتى مسئول ما يحبش انه الحكام يكونونه في 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 اه يعني في في كما نقوله في في مردودهم طيب ويخرجوا له مبارايا لبرا الامان. وحكام قاسي جدا زادة رئيس الجامعة. وهذا يعني انا عرفوه مع الحقوبات. انتم هريته تب بعد يعني قداش من الحكام تعاقبوا. علش? لانهم حتى نوعية اخطاء. اني فما برش عبيدة تسير ساعات شبيل مش للحكام من كل تتعاقب. فالرئيس الجامعة برك الله يفهم فما اخطاء اللي ربما يقول لك حكام مبدا داء ما يعملهمش. وتجيب لنا برشة حس وبرشة مشاكل وبرشة وبرشة واحدة. دونك انا كانت العقوبات قاسية وكانت والعقوبات هذيكة. الدل انه اذا رئيس الجامعة هو اللي يعين هو كذلك. كيفاش من بعد يجي عاقب الطريقة هذيك. ام. صحيح. نس كل فما برشة يحكيوه على فسادة في التحكيم من قديم الزمان مش حاطة ما انتو. انتي هنالك وهذا موجود ولا لا. الله شنو معنا يا فساد. يعني ما انا نقعد. انا الحقيق يريتهم انا. واللي خلطت. واللي كذا. وصرتوه طواب. كونه صراحة. يعني حكام رام. يعني اللي خلطتهم انا. قلتوه يعني بش ما نتهمش الحكام السابقين. اما الحكام اللي خلطتهم. حكام ارقى انهم صدقني. حتى في وضعياتهم الاجتماعية. حتى في كذا. مهمش يعني حكام بش تدخل في الاحكايات. هذيك متاع الفساد متاع. ما انا يقولك. دي ما نرجو هنا. انا طويقة. نقعد نحكي معك. وفما كانت تشوف الواحد يعني وابي من الشتم. ومهيت لعباد الكل بش صدق. مندي دوت احكي. مهيت لعباد الكل بش صدق. قولك لك عملت الشيء هذاك بالغالط. الشيء. انا كيفاش بتنثل. هو نرمو اللي يتهمني بالفساد هو اللي يجيب يثبت لي انا فساد. البين على مندعات. البين على مندعات. هو نحكيه على فساد ونحكيه كذا. والله 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 بالنسبة لي انا يعني حاجات من هذو من ماريتهم مش يعني كم يقول لك يعني عالي حكام سواء في مساء زيانة. حتى حد تحاول هكا يعرض عليك حاجة هكا. دي لا انا قلتها تقبل فمشكونا عرض علي يعني مقطعتها من اللول فمتو هي وهي اللعبات تعرف. يعني مدام عرض عليك انتي مدام اسبق انه عرض على اغيرك هكا ولاي. اي دونك دونك فما موجود لا يقتصرش على قطاع التحكيم وما يقتصرش على تونس. يعني كبش يجي عبيد تدخل وبش يجي عبيد يعني فمشكونا حتى عبيد من وراء ظهرهم روي يعني ما كتعرف انتي علاقات. علاقات فما عبيد يعني اطراف ما عندها حتى علاقة بتتحكي. سواء انها تعرف فلان مثلا تعرف مراد ولا تعرف الجمعية ولا تعرف كذا. وتدخلوا في كلمات. لكن الناحنا وصلنا قبل رفعنا قضايا جمعية. رفعنا كسمعنا حكاية كيك رفعنا قضايا. ولكن موصلنا حتى نتيجة. يعني نحنا للقضايا. نحنا وصلنا وقتا جمعية. نذكر عمالي 15 فعنا قضيه برئيس جمعية. لانه قال عتيت وعملت وكذلك. مدام هو وقت. لا 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 سبيت لها. مظلن وقتا. اي سبيت لها. ومبعد يعني هاو قضا وحلنا ونكات وكذا وحلنا وحدنا حتى نحن. لكن موصلنا لحاجة. يبقى ديمة كلام يعني يحب على انتي كيفيش الحاطة لقوطة العظلة. أنا والله وقتا في بدايات زادة مزلت صغير. وانا خارج من الجامعة مش حتى من بلاس اخرى باش نقلوه. ومجاني انسان قال يروا مقابلة هكا وهكا. ما مرنا قدوش نذكره حتى في الفيعت. اه قالي. وهو التحونتي يعني سيد هذا. لا 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 لا. والتحونتي والتحونتي. اه ما تصلوا بي. اشي باحد. وفهمت. اه. في الربة الولى الجماعية. اي في الربة الولى. كبيرة. قطلوا. قطلوا. اه. يعني يعني الحقيقة. تصرف معا تصرف كزاح شوية. قطلوا. انتي قطلوا. اتعرفني وكده. وفيت غادي يعني. وانا علاج. يعني اصلا يعني. اللي هو اللي جايلة. هو واحد انزاد يعمل في مزيه. مش ب بشرطي هي بش. اه. اه. او كيما قلت لك. الي فان برشة اطراف متدخلة في اللعبة. وما عندها حتى علاقة عن قرب بال 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 سوى بال بالجمعيات ما هو المقابلة المتابعة في الواقعين؟ المقابلة المتابعة في رابط الاولى ما هو المتابعة ؟ هل يقولوه الكلام الله يقولوك لنا في المقابلة الاولى الانين بعد مقابلةه زمانتين كبيرا كيفيش. هل نزفرتم كل فهم كبار. معناه من جماعي كبيرة معناه. قلت لك ما نقولوش من جماعي. يعني هدايا. محسوب. هو ولا محب. وفيت غادي. يعني أنا الحقيقة. ما حليت. ما حولتش حتى نتعمق نشوف كلمه صحيح. صغالت. فمتها ما. أنا قاسي تنزعم غادي. هو مشي على روح. مشيت على روحي. وكاو. زيال جزيلي مثلا. نحكي. حكي على موضوع على الحكيم قبل في التصريح الجماعة هذي. والجماعية كنا نقول. هل صحيح موجود الحاجات هذي كانوا قبل ولا إنهذا كان سبحانب taking my vocabulary. لم نحن لي صحيح موجود. كيف يعيش أنك سبحانب人 التي من أحتاج لم تكن عندها الترجيشر حقيا؟ وليس., لصحيح هذا الحقيقة. أو لا؟. أنا أقول لك أنا أن أريدك regulations. أريدك test muscle blood. أ qqt Pichol. يعني ترجي في المقابلة هذه كالذلمة. نعاوزينا للptr. أعدم ترجع. المقابلة اللي بعدها النادي الأفريقي تضلم في الدينة. نعاود نرجع بالبلي على المقابلة 3 نجم الساحلي تضلم ضد الترج text. نذكرهم بالمقابلة بالمقابلة ما فيماش جمعية ما فيماش جمعية ما استفادتش من التحكيم ما فيماش جمعية ما ضررتش من التحكيم كل صراحة يعني هذا يعني موجود وهذا بموثق يعني مقابلات قدامه نجمونا نرجع وعده كل دونك يعني الهو حكاية على حق يعني ربما أنا الحقيقة وقتا منيش نسفر في الرابطة الأولى وما نتصورش كما قلت لك أنه يعني فما فريق استفاد يعني بعيني هيمة من التحكيم نس كل استفاد ونس كل أنا لحقيقة كلام يعني مجانب للسواب نشوفه يقال أنه المسؤولين في النوادي هم عندهم تأثير في التعينات هم نجمو حتى يعينوا ساعد هل موجود هذا؟ لا لا مش التعينات يعني إدارة التحكيم يعني إدارة أنا نشوف تهو كما قلت لك بحكم حتى ممارسي لللاح ينجم رئيس الجامعية ينجم يتكلم يقول لك راو هذاك مثال معاش عين هو لي راو واحد وأنتي يبيدك مسؤول ربما تتفادى التعيين متاع للحكم هذاك خاطر عليك أنت شنو اللي تحبه قبل المقابلة هو توفير ظروف النجاح الكل كي أنت الجامعية هذاك عندك معاها مشكلة كما أنا أنا وقعت من عام 2013 مع وجزة فرط للترجي وأنا الراحة أحسن للطرفين خاطر أنا بش نهبط ومفماش بثوروف مهائية قبل المباراة في فرص المقابلة على أي أي قرار من الحكم بش يكون بش يكون مشاكل لونك هذا هو اللي نجم يتدخر للجامعية أنا بش أمام الرئيس الجامعية بش يقول لحط فلان ولا حط فلان هذا يعني بعيد الشيء في بعض الحكام اللي يحبهم يزفرول من يقول لك أنا هو هو بطبيعة الحال بتعليقها عيكم حتى غير مباشرة كي أنت تعرف زوزو اللي ثلاثة من أجموش يزفروله البقية اللي 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 بش يقعدوا بش تتحصر فهم الليستا فهمت ماش بي شنو علاقة الترنوقة اللي كنت موجود فيهم طب السام لوكي اللي هو محصوبة على السياسيس في ابتعادك على صفر؟ هذيك جابت لي برشة عامات وانا مكنش موجود في 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 أرض الوطن فهم دورة في في المغرب دورة اتحاد شمال افريقيا أنا كنت مشارك فيها فهم أعوام قبله صارت الدورة هذه يعني كل عام وأنا ما عندي حتى علاقة بها يعني كان أني نمشي نزفر والروح فهم ناس تنظم دورة الحقيقة هي تنظمت في في سوسا وتنظمت في تونس وتنظمت كانت الدورة منظمة يعني على أعلى مستواء معنا بها حتى كونتاكت مباشر بالسيد بسام لوكي كان فهم مشكون يعني عنده في ليجان التنظيم جي تاخد خمسة ولا ستة ولا صباح وكان من البيارزين اللي نجم ويزفره قلت لك صارت مرة في سوسا وأنا كنت مشارك فيها وظفرنا وعادي وما فهم حتى مشكل بعد صارت عام اللي قادو وأنا قلت لك ما نجبت نزفر فيها على خطر يعني كنت متواجد في المغرب لكنه أنا في المغرب مشوفي حاجات هابدة وأنا وليت مبعد كي يتبدل حتى الكلام وليت خلش علي أنا نقود فهم المغرب خلش علي منظمة أنا مغرب وهذا هي ربما اللي وقتها حبيت نقابل رئيس الجامعة على يعني المشاك اللي صارت لي مشاك هذاكا واتهامات وصلت رفعت حتى قضايا أنا ومبعد بوما كما اتبعتهم فهمت بل نحكيش مع التحكيم اليوم جالب الحكام الأفارقة شوفت في المقابلات الإخرانين هل احتراف فشل الحكام التونس في ذقيقة المقابلات الكبيرة وإلى شنود كيف اشتقالها بالضبط؟ لا لا هو 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 ضرورة ربما للاستدعاء يعني للطلب والضرف أنا بكل صراحة يعني الضد أن أجلب الحكام الأفارقة لكن آآ كما فيه كما فيه مضرة كما نقوله للتحكيم التونسي أنه حتى لسمعة التحكيم التونسي لكن برشة برشة منافع ويظهر اللي يرينا نحن نزوز مقابلات اللي صاروا بين النجم النجم والتارجي ولا الأفريقي والتارجي أنت تخيل كان جاء حكم تونسي وبالزهر هما كانوا يعني مقابلات فهم شوية يعني اللقطات هكا يعني بالنجم ونحكيوا فهم دونك كان جاءت حكم تونسي كانت ربما رنالتو نحكيوا عليهم المرشويت وخير دليل يعني مقابلتي أنا متاعنا النادي السفاقسي والتارجي كان جاء حكم أجنبيري وفيت من وقتها وورايا تحطت في خانة الخطأ لأكثر لأهم تونسي ديم علي برشة ضغط مالوروز مودي ما نقولي لزمنا يا أولادي نخل نبدلوا العقليات هذي موش موش يقتصر أنه وجبنا الحكم الأجنبي موش مش مشؤولية الجامعة ولا يدار التحكيم فقط يعني الزز ناس تلزك بتشتمشي في الاتجاه هذا كفا بشتبعت كما نقوله حتى على الحكام وعلى المشاكل اللي لكن عندنا تونس يعني حكام أكفة نحن نأسفه للقائمة الأولية اللي يعني اللي متاع الحكام يعني بشمشيوا الكاس العالم ما كانش فيها مثلا حكام من تونس وخاص تنس صدق سالمي اللي كنا نتوقع عنه يكون موجود فما يعني المساعي طوام الجامعة بش يتم الحاقه وانساء الله يتم خطر بكل صراحة يعني قاعدين حكامنا يتقلقوا في في المقابلات اللي قاعدين يديروا فهم عن المستوى الدولي كما يوسف السراعيلي كما هيثم جيرات وعنا حكام ينجم وصله البعيد طوى في الحكام الدوليين يعني فما معادل أعمال صغير ياسر اللي يسمح لهم بش يخدموا بش إن شاء الله يعني في المستقبل يكون عنا حكام هل هل هم الأفضل في تونس؟ سبعة هم خبص حكام ساحة وسبعة سبعة حكام ساحة وسبعة مساعدين هل هم الأفضل في تونس؟ والله هل هم 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 اللي ينجموا يكونوا ممتواجدين عنا نخبة من الحكام يعني للساعدين اللي كما نيضال طيف كما وسامة بن سحاق اللي مزالوا يعني صغار في العمروين نجموا يكونوا غدوا في القائمة الدولية وهي القائمة الدولية أكيد كل عام تتجدد وكما أقول لك راه هي اختيارات ينجم رو ساعات اسم يعني يمشي في بلاست اسم ولا عادية فهمت ساعات يعني سيزون تتعدالك بها تجي في فانتر كور متاعك قبل القائمة بواحد وتسير لك مقابلات لي متخليك بش تكون متبرش في القائمة فيلعب فيها برشة الحظ تي ما فهم حديث على أمير يوصيف إنه يستحقق وموجود أمير زيادة أمير الحقيقة أمير والله الظروف كما قلنا إن سألتم الله فسألوا البخت أمير مقابلة النجم والملعب الجارسي في نهاية الكاس يعني قبل المقابلة الناس الكل كانت تقول أمير هذي اللي قد لك مثلا تعدي عام أمير يعني عدا موسم يعني استثنائي شارك في دورة أمال أفريقيا هو صدق سالمي كيف كيف يعني عداه دورة من في أعلى مستوى بعد جهة دورة نيائي بين بين النجم والملعب الجابسي آآ مالورزمو الظروف ما خدموا في المقابلة خطرنا نعرف أمير يعني معرفة جيدة من أفضل الحكام يعني بلدانيا وفنيا على الساحة آآ مالورزمو يعني ما سمحت لهش وقعد الحقيقة حتى الأعوام اللي بعدها لكنه حكم آآ بكل صراحة يسهل أنه يكون يعني في القائمة الدولية حكم آآ ممتاز وكان يعني لحقيقة المعاونة متاعه كانت قاسية جدا فهمت يعني أنا بكل صراحة يعني حبيته حتى ولو مقابلة كما كما هذيك وحده كذا سبحان الله من نجموش على مقابلة إنسان رو بش يستحق كل موجود هذا هو ظلم الكورة فهمت يعني إنسان يعني يعني تديلك باركور يعني تديلك أعوام يجي على مقابلة تحكم له في مسير تولي يعني فما شوية قسوة في آآ خلو جدي جريدي كان مستحق ولا مش مش مستحق ولي دوره وآآ في آخر الموسم صارت له ضربة صارت له كذا وهذه هي القائمة رو لازم يكون بش يخرج خاطة كما خرج مثلا وليد ما نجمش يدخل لنا عيم كان مخرج ما نجمش يكون سليم جديد ما يدخل ش هيثم القصعي وهذه هي لازم فهمش يدخل لكن وليد مزال موجود على الساحة ومزال واحد ونجم في أي وقت يرجع القائمة الدولية ممتاز نشوفه في مقابلات وهذه هي ثقيرات يعني الحمد لله يزفر ما ما فهمش يعني مشاكل إذا هو يستحق ما غير يعني الاتهامات هذه لنقل له مسكين من المجهود الذي يقاعد يعمل فيه في اله بي بي بزول ثلاث دقائق ونص تقريبا في وقت البرنامج انا نبدل شوية جوا نعمل كويز يزغر نمشي لكويز مجموعة من الأسنة سيموناد نحاول جاوب نعمل بش تخماء أحسن حكم تونسي تاو تاو يوسف السرايري مضروب أمير لوسيف أحسن حكم في تاريخ تونس في تاريخ عن الكاريير المخلطت عليها معنا ناجي جونيو أحسن حكم في إفريقيا تاو بأملك تاو بأملك أحسن حكم في العالم نعم يبقى كولينا دي ما يبقى أنا ريفيرانس تاو بأملك تاو بأملك مفهمش واحد بيرز الحقيقة تليكنت الزفرش كون أكثر لعب يناقش زوير ذوي أكثر لعب كلم كلم العواض مساعد تتخدم معه كنت مساعد أحسن الجأ مساعد ما تحبش تخدم معه سمحني عادل الدرويج نحنا لا نحب أن نخدم مع بعض لماذا؟ والله سارتنا برشة مشاكل في المقابلات وصلنا نحنا الزوز هزينا رويحنا مع بعضنا ومشينا للرئيس اللجنة كل ما عشت عيننا مع بعض الزوز يعني ببعتي عرف مننا ذمني لم أفعلت لك كي مع الليلة لا لا أحسن حكم أحسن حكم حكم تبقل وعنده مستقبل كبير أه مسحق أقرب لعب ليك أنا أقرب لعب عليك لعب عليك لعب عليك لعب عليك أحسن حكم أه أقرب حكم لك أمي بركل أقرب مسؤول الله يرحم مستفيق الوصلية غcan لا أريد مستفيق الافتي أذهب سبي fue أسوأ ماتش ماتش في الجم الجم والسويسي أسوأ من الترجمة لماذا؟ كنت مكشفون مع جملة صاروا برشة ظروف وطحت بان في الثنية وواحد وحصلوا الماتش مانيش عارف كيف يبدأ كيف يشوفه فريق ظلمته الحمد لله مظلمت حتى فريق عن حسن نية معنا أي يعني أخطأت غلطت برشة في حقه وعن حسن نية بطبيعة أخطأت أكثر مقابل كفاية أخطأ مقابل الترجمة والسياق خطأ ندمت عليه قلت بك أنك كنت ننجم نتلافه كنت ننجم نتلافه كنت ننجم نتلافه أصلا ونرتاح عندي سرتيفيكالي أنا مريض وما حبيش نستاذر به أحب نتلافه أقوى بيبليك في تونس جمهورك يدخل للأستاد تشعره يفجع أقوى بيبليك ترجمة الأفريق واحد واحد منهم من أجل الأفريق حاجة فيك لا تعجبك مرحبا طيبة تكسحة سيموراد كانت هذه ولكويس خمسة متعاشية باختصار كلمة كانت تحب نخليك لك كونت توجهها ها نتعلم تلك الخلاق والله يدعوه لرقب بشي الرجع شوية ولمختلف الأطراف الرجع شوية ثقة بين الحكام والأندية خطرها تساعد برشا ربما في نجاح المباريات ونعرفه طوى بش ندخل المنعرج الأخير والرطور نهديه شوية الوضع ولا باس بخدرات لها وان شاء الله اللي استحق بش يتوجه يتوجه استحق بش يطلع يطلع ولي بش ينزل ان شاء الله مرحبا شرفنا بحذورك اليوم سيموراد يلتحق بيها زميلي أمير جريدي بعد شوية كالعادة تبدأ ستاليكس بريس زميري شونا حوالك عصيب اسلام شونا حوالك الحمدو الله مرحبا بذيفك كالعادة شوية سبور نهر السبت سيد خبيان وما مش لقين حقهم في تونس برشة يعتبرهم ميدان فينا ويهوم وصحيح يشغلوا في برشة وبيض والدول متقدمة كل معروفة بالرياضة متاحة بالثقافة متاحة إذا كان دولة ما عندش ثقافة ورياضة صحاحة وعلى ركيزة صحيحة أيضا هايش عالها اليوم حان اللهش المقدمة ولا الاعلامية مقدمة تلقية مقدمة باتل شيف وعنا الفنية التونسية ايمان محرزي في ساعتنا الثانية في ساعتنا الأولى كالعادة لغو بيك متاحة بالخمسة للستة للعشر ومالستة للسبعة ذيوفنا في ستاغ اكس بيس يعطيك صحة بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك ماركة سيموراد شكرا ايماني بالنصر في الإخراج نحن نتقبل